أساسي بتعمل إياس ستار وإيه خارطة الطريق اللي حتك بتتكلم عنها إيه الأسابيع والأيام القليلة المقبلة هيحدث بخصوص ليحة النظام الأساسي الأليات اللي موجودة لسه الغدل الوقت هي أننا نستقبل ويتم حصر مئات من الاختراحات للتعديلات اللي تعصليها فاللجنة مازالت مستمرة في عملها لغاية قبل إن شاء الله المفروض تسعة تسعة ده آخر معادي أننا نتلقى ليه تسعة تسعة برضو عشان ناس تبقى عارفة عشان فيه فترة مهلة للجماعية الأممية اللي هتنعقد إن شاء الله يوم 28 تسعة تسعة ده آخر موعد لتلاقي المقترحات كل أعضاء الجماع العمومية ورموز الفكر والمجتمع في مصر وكل محبين النادي الأهلي يقدروا بعد ما يقروا اللايحة اللي عنده أي مقترح يبعتوا بالطريقة اللي تم الإعلان عنها إلى اللجنة بأدد اللاحية هذه المقترحات كلها بيتم دراستها قبل اللجنة وتورد على المجلس إذا ارتقى النهى للمصلحة العامة فبيتم إقرار تسعة تسعة يبدأ الصياغة النهائية بعد تسعة تسعة يبدأ الصياغة النهائية لشكل اللايحة التي ستطرح على سادة الأعضاء للتصويت عليها 28 سبتم عشان كده حددته تسعة تسعة طيب هل هتقابلوا الناس هتشرحوا لهم هتردوا على استفساراتهم يعني دور مجلس الإدارة واللجنة المركزية من ضمن برضو خارطة اللي موجودة أن عندك ورش عمل على طول بتنعقد وهتنعقد كتير خلال الفترات الجاية فيها من أعضاء النادي من أعضاء مجالس إداراتي والسابقين على مدار تاريخهم الموجودين من المفكرين كله هيشارك في ورش العمل دي برضو عشان نوصل أن لو فيه أي تعديل لائق بالنادي الأهلي أو أي مقترح يتم الأجزبي الحتة تانية المهمة برضو اللي بدأنا نعملها الفترة اللي فاتت بدأنا الإدارة نفسها التنفيذية بدأت تعمل لقاءات مع العاملين بالنادي العاملين وده جزء مهم جدا لأن أنا النهاردة هضرب مثال مثلا بالاشتراكات أو أضوية يعني أخواتنا في النادي اللي شغالين في النادي المفروض نحن الفترة برضو الأيام الجاية هيحصل نعقد لنا لقاءات لنا كممثلين لللجنة اللايحة معهم قد يكون عندهم رؤية جديدة لأن هما اللي بيحتاجوا دايما بالأعضاء وبمشاكل الاشتراكات الموجودة والأضوية الحاجة التانية أنا همينها كمجلس إدارة أن كل العاملين بالنادي المنتج برضو الأخير يكون هما مقتنعين به لأنه في النهاية اللي بيقابل العضو كأدرة الفيزية يزول في زي مشاكل مشاكل للأضويات دي كتير جدا في كل الأندية أنا همين دي الرجل المسؤول عن الاشتراكات في النادي الأهلي أما يجي أحد الأعضاء المحترمين هو بينقشوا حاجة يرد عليه لطمقنا يرد عليه يقوله دي كذا وحلها كذا أو ليه اللي حقالت فيها الكلام ده إنما ما يبقاش وده جزء برضو من مفهوم عائلة الآخ إنهنا كلنا بنتكلم لغة بالظر وبعدين زي ما حضرتك تفضلت أن الإدارة التنفيذية هي الأكثر احتكاكا بالسادة الأعضاء وبالتالي بتبرز بعض القضايا والمشاكل مع التطبيق على الأرض بيكونوا هم أدرى بيها لما بيتم تلافيها أو وضع بنود لحل هذه المشكلات ده في مصلحة النادي الأهلي بشكل عام يعني أعضاء وحتى جمهور وعملي حتى الجمهور لم يغفل لأن النادي الأهلي وضع مختلف برضو عن معظم الأندي جمهور ينزل سوط لا في الليحة اللي هي روابط المشجعين روابط المشجعين طبعا وعلى فكر ومن ضمن الاقتحاد نستملهم كل عضاء الجمهور ومية والجمهور بيبعث لأن في النهاية هو دي الطبيعة الخاصة للنادي الأهلي يعني اللي هي حمد نص على تشكيل روابط أه في مدى لتشكيل الروابط نفسها روابط المشجعين فكنادي أهلي هو حريص على كل المنظومة بالضبط كل أهلت الأهلي أهلت الأهلي يعني برضو حاجة بنتكلم على حرص المجالس الإدارات على كده من زمان أنا برضو أنا بكلم على حاجة داتي تذكرت حاجة ودي كانت سنة 2011 كان أيام المجلس القوم للرياضة اللي كان بيرقصه في حسن ساق دكتور حسن ساق وساعتها برضو كانت عمل مؤتمر يعني كان فيه مؤتمر يتعامل وقتها وكان يعني أعتقد كان اسمه الجامعات العمية بين الواقع والمأمول والنادي الأهلي اللي هو مجلس دارته كان ساعتها كابتن حسن حمدي رأسه مع كابتن محمود الخطيب كرئيسا للمكتب التنفيذي قدموا مقترح رؤية جوة المؤتمر ده اللي هو بعض المقترحات بعض المقترحات خاصة لإعادة الهيكال للرياضة المصرية بما يتوافق مع المساق الإلومبي فأنت كان نادي أهلي كان لك رياضة قبل ما القانون نفسه ينص على حتة الرجوع للهيات الدولية والمساق الإلومبي وكده كان نادي الأهلي نفسه صبق في كلام عنه طيب تأذن يا ستار فيه تلت نقاط عايزة نقشهم مع حضرتك قد يراهم البعض شائكين البند الأب